والآن مع الدرس الثالث وهو بعنوان التنمية السياحية وأود أن أعلم ما الهدف من التنمية السياحية التنمية السياحية تهدف إلى زيادة أعداد السائحين في مصر وتعمل على رفع مستوى معيشة المواطن المصري وزيادة الدخل القومي الدخل القومي نعم وهو إجمال الدخل الذي تحققه الأنشطة الاقتصادية في الدولة من زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وغيرها واعلموا أبناء وبنات أن قطاع السياحة له أهمية خاصة في الاقتصاد المصري لماذا؟ حيث توفر السياحة نحو 18% من الدخل القومي رقم 2 تساهم السياحة في حل مشكلة البطالة حيث يعمل بها 9.2% من القوى العاملة في مصر عام رقم 3 تعتبر السياحة المصدر الأول للعملات الأجنبية في مصر رقم 4 نشأت مدن جديدة بفضل السياحة مثل مرينة رأس غارب شرم الشيخ كما أعلنت منطقة مرسى علم ورأس بناس منطقتين للسياحة البيئي ومن المعلوم أن السياحة العربية لمصر تساهم بنسبة كبيرة من الدخل القومي الناتج عن السياحة ويوفر كل مليون سائح 200 ألف فرصة عمل كما أن السياح الأجانب يأتون لمصر شتاءا للاستمتاع بالدفء والهروب من الجليد في أوروبا ويرتبط بالسياحة نحو 70 صناعة وخدمة مغزية ومكملة للسياحة سؤال اختر علامة صواب أو علامة خطأ السياحة تقلل من الدخل القومي في مصر أحسن لأن السياحة تزيد من الدخل القومي في مصر ولكن أود أن أعرف ما فائدة العملات الأجنبية الاقتصاد المصري يحتاج إلى العملات الأجنبية التي توفرها السياحة لماذا؟ لاستيراد احتياجاتنا من الخارج إذن ما المقصود بالتنمية السياحية؟ هي المشروعات والخطط السياحية التي تزيد من أعداد السائحين الوافدين إلى مصر والآن تعالوا أبناء الأعزاء نتعرف على أهمية التنمية السياحية أهمية التنمية السياحية رقم واحد زيادة فرص العمل وحل مشكلة البطالة كما هو واضح في سوق خان الخليلي رقم اثنين زيادة الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة رقم ثلاثة السياحة مصدر هام للدخل القومي رقم أربعة تعمير الصحاري والشواطئ ونشأة مدن جديدة مثل مدينة مرينة بالساحل الشمالي ومدينة مرسى علم بالبحر الأحمر سؤال اختر الإجابة الصحيح من المدن الجديدة التي أنشأت من أجل تنشيط السياح السادس من أكتوبر العاشر من رمضان مرسى علم أحسنت من المدن الجديدة التي أنشأت من أجل تنشيط السياحة مرسى علم والآن تعالوا نتعرف معا على أهداف التنمية السياحية أهداف التنمية السياحية رقم واحد زيادة أعداد السائحين لمصر ويتم ذلك بالدعاية لمقومات السياحة في مصر بالخارج رقم اثنين زيادة المنشآت السياحية حيث بلغ عدد المنشآت السياحية الجديدة في عام الفين وثمانية نحو خمسة واربعين مشروعا ضخما وتهدف هذه المشروعات إلى زيادة أعداد الفنادق والغرف والليالي السياحية والمطاعم وتطوير المشروعات القائمة رقم ثلاثة التنويع السياحية حيث استجدت أنواع جديدة من السياحة مثل سياحة المهرجنات وسياحة السفاري إضافة إلى الأنواع التقليدية من السياحة التاريخية والثقافية وغيرها التي تشتهر بها مصر أدت إلى التنوع السياحي وسياحة السفاري هي نوع من سياحة المغامرات تقوم في المناطق الجبلية والصحراوية حيث تجمع الحياة فيها بين البساطة وقسوة الحياة الجبلية كما في الوحاة البحرية وهي إحدى نمازج سياحة السفاري ومن الواضح أنه بفضل السياحة تغيرت خريطة الحياة والعمل في مصر حيث تطور كثير من المدن في قلب الصحراء وعلى طول الشواطئ لتنشر الجمال والحداثة بلغ عدد السائحين في مصر عام 2005 حوالي خمسة ملايين وثمانية من عشرة سائح زاد إلى ثمانية ملايين وثلاثة من عشرة سائح عام 2007 سؤال اختر علامة صواب أو علامة خطأ تهدف التنمية السياحية إلى تقليل أعداد السائحين في مصر أحسنت تهدف التنمية السياحية إلى زيادة أعداد السائحين في النهاية نكون قد تعلمنا رقم واحد للسياحة أهمية كبرى في الاقتصاد المصري حيث تزيد من الدخل القومي وتقلل من البطار رقم اثنين التنمية السياحية تعني الاهتمام بالمنشآت السياحية وتنويع مصادر السياح ترجمة نانسي قنقر